تعلمنا سابقاً أن العبارة سين زائد ثلاثة تسمى عبارة جبرية وأوجدنا قيمتها عن طريق استبدال المتغير بعدد فهنا مثلاً استبدلنا المتغير سين بالعدد اثنين ثم حسبنا قيمة عبارة الجمع فنتج خمسة في هذا الدرس سنتعلم المعادلة حيث إنها جملة تتضمن إشارة المساواة كما يظهر هنا وتدل على تساوي العبارتين على جانبيها وتتضمن المعادلة متغيراً يدل على عدد مجهول ويمكننا حل المعادلة بإيجاد قيمة العدد المجهول التي تجعل المعادلة صحيحة بطريقتين الأولى استعمال النماذج كما يظهر هنا إذ نجد أن قيمة سين تساوي اثنين والطريقة الثانية الحساب الذهني كما يظهر في هذه المعادلة نجد أن قيمة سين التي تجعل المعادلة صحيحة هي اثنان مثال من واقع الحياة توحدت المملكة العربية السعودية عام 1351 هجرياً وبتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستنتج أنه ماضى على تأسيسها حتى عام 1441 هجرياً تسعون عاماً يعلمنا هذا الدرس طريقة كتابة معادلات الجمع والطرح وكيفية حلها